طلاب الصف السابع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله رح نكمل مع بعض القسم الثاني من درس العمر النسبي للصخور الرسوبية في الحصة السابقة تكلمنا عن العمر النسبي للصخور الرسوبية وحكينا أنا إذا بدي أبلش أحكي عن تقديري العمر لصخور الرسوبية فإما إني أنا بقدره بالاعتماد على كلمة أقدم من أو أحدث من وهذا الحكي بدنا نطلق عليه اسم اللي هو العمر النسبي اللي هو إني أنا باجي بقول طبقة معينة مثلا ترسبت عندي في الأسفل فمثلا هي عندي ألف وعندي با وهذا الشي حكينا قلت بقول إما الطبقة ألف بقول أقدم من با أو بقول الطبقة با أقدم من ألف وهذا أطلقنا عليه اسم العمر النسبي لكن إذا بدي أقدر عمر الصخر بعدد معين من السنوات حكينا بطلق عليه اسم العمر المطلق وهذا مش طبعا درسنا نهائيا إذا بدي أنا أطلق عليه عدد معين من السنوات بحكي عنه العمر المطلق إحنا بهمنا يا سابع العمر النسبي للصخور حكينا عن أربع مبادئ أنا بحدد فيهم العمر النسبي للصخور إما مبدأ التعاقب الطبقي وإذا بتذكروا حكينا أنه يجب أن تكون فيه طبقات الصخور متوازية تمام بحيث أنه مثلا عندي طبقة واحد اثنين ثلاثة أربعة بقول مثلا الطبقة الثالثة إذا بدي أحدد شموقها أو عمرها النسبي بقول هي أحدث من الطبقة تينيا لأنها إجت فوقها أحدث منها لكن هي أقدم من أربعة لأنها إجت قبليها أقدم من أربعة هيك بحدد يا شباب عمر اللي هي طبقة معينة لكن إذا أنا جبت لك بالامتحان زي أسألت ورقة العمل على سبيل المثال حدد لي اللي هو ترتيب هاي الطبقات من الأقدم إلى الأحدث فأنا باجي بقولي الأقدم هي واحد اللي بعدها تليها اللي هي رقم تينين اللي تليها اللي هي رقم تلات والأحدث هي رقم أربعة ولازم أحط عندي سهل كالتالي أبين أنه هاي أقدم وهاي أحدث والمبدأ اللي اعتمدنا عليه بهاي الحالة اللي هو مبدأ التعاقب الطبقي أما المبدأ الثاني اللي حكينا عنه اللي هو مبدأ تعاقب الحياة مبدأ تعاقب الحياة حكينا يجب أن يكون متوافر عندي بهاي الطبقات أحافير بحيث أنه هاي الأحافير بحدد هي كانت موجودة في أي حقبة من الحقب الحياة اللي تعرفنا عليهم بأي حقبة وبناء عليها ببلش اني انا ايش احدد من حقبة الحياة القديمة ثم المتوسطة ثم حقبة الحياة الحديثة اجا عندي بعديها يا شباب اللي هي مبدأ القاطع والمقطوع انا خاليا عم بعمل مراجعة لما تم شرحه في الفيديو السابق مبدأ القاطع والمقطوع اللي هو بتحدث اما بوجود عندي قاطع ناري بين الصخور او وجود صدع وكلهما يعامل نفس المعاملة بحيث انه حكينا وجود قاطع ناري او صدع بين صخور رسوبية بجعل القاطع الناري هو احدث من جميع الطبقات التي قطعها يعني اي طبقة مش متواجد فيها هذا القاطع الناري فهي تعتبر احدث من القاطع الناري يعني على سبيل المثال بشكل سريع لو حكينا هاي في عندي صار صدع في صخير معين تمام بحيث انه كسر للطبقات كان عندي واحد كان عندي تنين كان عندي ثلاث ثم بعد ذلك جاءت عندي طبقة رقم اربعة الصدع عفوا انتبهوا الصدع حدث عندي بهاي المنطقة شايفين الصدع وين هاي الصدع في هاي المنطقة كانت عندي بالاول اشي طبقة واحد بعدين عندي طبقة اثنين بعدين عندي طبقة ثلاث وعندي طبقة رقم اربعة لم يمسسها الصدع نهائيا فترتيبهم من الاقدم الى الاحدث بقول اول واحدة طبقة واحد التي تليها بالاقدمية رقم تنين ثم تليها رقم ثلاثة ثم يأتي بعد ذلك الصدع لانه عند رقم ثلاثة هو قاطع لي فهو احدث من جميع الطبقات التي قبله والأحدث منه التي لم ينسسها هذا الصدع فبحكي عنها أحدث وحدة رقم 4 وكذلك الأمر إذا صار في عندي طبقات رسوبية وجاء في عندي فيهم زي ورقة العمل اللي هو قاطع ناري على سبيل المثال هو السين وعندي طبقة ألف با جين فالأقدمية بتكون للطبقة ألف ثم با ثم السين كقاطع ناري ثم أحدث وحدة الطبقة جين هاي اللي هي مبادئ لتاريخ العمر النسبي عشان أقول الطبقات كيف ترتيبها من الأقدم إلى الأحدث اليوم رح أتحدث عن مبدأ رابع وهو المبدأ الأخير في مبادئ العمر النسبي للصخور الرسوبية اللي هو مبدأ المضاهة إذا رح أجي أتحدث يا سابعا كلمة مضاهة كلمة مضاهة بشكل عام فالمضاهة هي عملية مقارنة عمر الصخور الرسوبية عبر المسافات في أكثر مما كان فوق سطح الأرض يعني أنا بدي أقارن طبقات صخرية لكن هدول الطبقتين الصخريتين بتباعدوا عن بعض زي لما بدي أنا أدرس مثلا عندي هاي جبل معين من الصخور الرسوبية كان هو مع جبل آخر لكن بفعل حركات معينة زلازل أي نوع من أنواع الحركات اللي هي بتحدث في تضاريس سطح الأرض قسم عندي الجبل إلى جبلين هلأ بهاي الحال عندي هون طبقات من الصخور الرسوبية وعندي هون طبقات من الصخور الرسوبية بناء على عوامل معينة رح نتحدث عنها هلأ أنا بدي أقارن الصخور اللي هون مع الصخور اللي هون الصخور اللي هون مع الصخور اللي هون أعملهم تشابك وتطابق بحيث أني أدخرج بالنهاية بعمود جيولوجي أرتب فيه أنا الطبقتين للمنطقتين يعني أرتب فيه هاي الطبقات للمنطقة هاي والمنطقة هاي ممكن تكون في عندي طبقات اختفت من ألف مثلا هذا ألف ممكن تكون في عندي طبقات اختفت من با أنا بدي أرتب الطبقات الصخرية في ألف وبا في عمود جيولوجي واحد كيف؟ هلأ رح نتحدث بداية بهم نرجع نركز على مبدأ مضاهة كلمة مضاهة تعني مقارنة أنا بدي أقارن عمر الصخور اللي موجودة عبر مسافات على سطح الأرض يعني فيه أكثر مما كان فوق سطح الأرض يا إما بقارنهم لرسمهم في عمود جيولوجي واحد يا إما بقارنهم مضاهة ومقارنة صخرية أو بقارنهم مضاهة ومقارنة أحفورية وهلأ إحنا رح نتعرف على الطريقتين رح نبلش مع بعض في المضاهة الصخرية كلمة مضاهة صخرية تعني هي مضاهة للطبقات عبر المسافات القريبة بالاعتماد على نوع الصخر والخصائص الفيزيائية فإذا أنا بدي أعمل مقارنة للطبقات عبر المسافات القريبة يعني فيه أكثر مما كان على سطح الأرض لكن تكون مسافات جدا قريبة ممكن نعتبرها مثل هدول الجبلين بالاعتماد على نوع الصخر والخصائص الفيزيائية له مثل لون الصخر وسمكه يعني أنا ما رح أعتمد في مقارنتي إلا على شكل الصخر على لونه على سمكه ما رح أعمل أي اعتبار لأي عامل آخر بس بهمني أشوف لون الصخور وسمك الصخور كيف يعني رح ننتقل مع بعض للصورة اللي موجودة عندنا في صفحة 117 هاي الصورة اللي موجودة عندنا في 117 بتبين لي موقعين الموقع ألف والموقع با كلاهما عبارة عن منطقة مكونة من طبقات متوازية من الصخور الرسوبية والمنطقة با أيضا فيها هاي اللي هي الطبقات لهاي الصخور الرسوبية رح أجل الموقع ألف رح أحكي إنه في عندي الطبقة زي ما أنتوا شايفين هاي اللي لونها أبيض عندي الطبقة الصفرة المخططة عندي الطبقة اللي لونها زيتي عندي الطبقة اللي لونها أورنج عندي طبقة ممثلة على شكل مكعبات وفقط هلأ في المنطقة با عندي نفس هاي الطبقة الصفرة اللي واضحة عندي هون في الموقع ألف عندي الطبقة هاي اللي لونها زيتي برضو واضح الطبقة الأورنج واضحة والطبقة اللي عبارة عن لبنات مثل الطوب والصخور برضو عندي واضحة في الموقعين رح ألاحظ أنه عندي في الموقع ألف هاي الطبقة البيضاء اللي بدي أعتبرها ألف مختفية مش موجودة سبب اختفاء هاي الطبقات بيكون تعرض هاي الصخور اللي موجودة في هاي المنطقة لحتوى تعرية فبالتالي في بابك تكون موجود مثلها لكن اختفت بفعل عمليات الحتوى التعرية في بابك اختفت هاي الطبقة لكن في ألف ما زالت موجودة لما بدي أجي أعمل مضاهة صخرية طبعا أهم شيء بالمضاهة الصخرية لعملية التوصيل لازم أوصل يعني باجي أقول ألف في مثلها في با لا ما في نحن يجي للطبقة هاي الصفرة اللي أعتبر إنها با با نعم موجود زيها فإذا بوصلها بالطبقة هاي رح تيجي تقول لي هم هم مش على نفس المستوى ما بيهمني هون ما بعتمد ولا على أي إشي سابع في المضاهة الصخرية إلا على خصائص الصخر نفسه كلون وكسمك وكطبيعة اللي هي الصخر ولا إشي تاني إذا لو يجاك في المتحان علل لا تهتم المضاهة الصخرية إلا فقط ب اللي هو لون الصخر أو بسمكه لأنه أنا ما بدأت تحكي الجواب لأنه أنا ما بعتمد لا يتم الاعتماد في هاي المقارنة أو المضاهة إلا فقط على الخصائص الفيزيائية للصخر ما بعتمد على أي شي تاني فيها أحافير ما فيها أحافير ما بيهمني إذن في ألف مش موجودة بتركها عندي با زيها هون إذن هاي بعتبرد نفسها هاي الطبقة با وبوصل بينهم باجي لهاي الطبقة عندي اللي لونها على زيتي اللي هي جيم نعم موجود في الموقع بها مثلها فبوصل معاها باجي للطبقة الأورنج مضبوط موجود زيها اللي هي دعتبرها دال موجود مثل هون بوصل بينهم وآخر طبقة اللي هي الصفرة إذن بوصل بينهم هاي الطبقة هافية زيها هون اللي هيها فإذن أنا إذا بدي أجي أعمل له سلم زمن جيولوجي أو بنحكي عمود جيولوجي للمنطقتين فبمثله بي عبارة عن عمود واحد زي ما انتوا شايفين بقول عبارة عن الطبقة الاولى الف مش موجود زيها هون بحطها تمام يفضل اني اتركها فاضية لانه مثلا موجودة هون بس مش موجودة هون تمام تركتها فاضية بعدين ببلج ترتيبي عندي با عندي جيم عندي دال وعندي ها فهيك انا بقول رسمة عمود جيولوجي للمنطقتين تمام باعتبارهم منطقة واحدة الف بما انها موجودة هون مش موجودة هون بتركها فاضية وببلش بعدين عندي با موجود في التنتين جيم موجود في التنتين دال موجودة في المنطقتين وها موجود في المنطقتين على اي اساس انا وصلت هاي الطبقات مع بعض البعض وصلتها بالاعتماد زي ما انتوا شايفين على لون الطبقات كلون صخري يعني المقصود فيه وعلى شكله تمام اذا هاي المضاهاء الصخري اني انا بعتمد فقط زي ما ذكرنا انفا اللي هي على لون الصخر على سمكه على طبيعته يعني فقط على الخصائص الفيزيائية عطيت يا سابع عطيتك هذا الرسم لمنطقتين اللي هم المنطقة ألف والمنطقة با وحكتلك قم بالمضاهة للمقاطع الصخرية التالية بالاعتماد طبعا عن نوع الصخور لأني أنا مش ذاكرا لك إلا نوع الصخور لو جيت سألتك بالأول السؤال ما هي أحدث الطبقات التي تظهر عندي في المقطع ألف أكيد أحدث الطبقات اللي هي الكالسايت بما إنها جاي في البداية لو قلتلك ما هي أقدم أقدم الطبقات في المقطع ألف أقدم الطبقات في ألف هي الحجر الجيري لكن في با ليست أقدم الطبقات الحجر الجيري في عندي طبقة قبلية هي الأقدم هلأ بما إني أنا مش ذاكرا لك يا سابع إلا فقط الأنواع الصخور فعملية المضاهة رح تكون بناء على اللي هي نوع الصخور ممكن أنا أجي أطلب منك أقول لك بالاعتماد على المنطقتين ألف وباقم برسم عمود جيولوجي يمثل المنطقتين بتجي بتقول هاي عندي عمودي أنا الجيولوجي اللي بدي أرسمه تمام بحكي عندي أقدم إشي هون الحجر الجيري هون عندي حجر جيري هون عندي فراغ وهون عندي فراغ وعندي هون كالسايت وعندي هون كالسايت صفة في عندي منطقة هون مفقودة هاي المنطقة المفقودة اللي هي في ألف لكن موجودة في با هيها بحط مكانها اللي هي طبقة فارغة كما تعلمنا سابقا بعدين باجي عندي حجر جيري بحجر جيري نعم بحط عندي هون الحجر الجيري بعدين باجي بقول في عندي طبقة فارغة بطبقة فارغة إذن متشابهة بحطها وعندي آخر طبقة اللي هي الكالسايت تمام إذن عندي طبقة الكالسايت متشابهة موجود بأخذ منها واحدة طبقة هاي الفراغ اللي هي عبارة عن طبقة مفقودة موجودة في التنتين بحطها في عندي طبقة الحجر الجيري موجودة في التنتين بحطها وبعدها بآخر شي في باع عندي طبقة مفقودة بحطها لوحدها هاي هي المضاهة الصخرية اللي هي برجع بقول أنا بعتمد فيها فقط على نوع الصخور هلأ رح نتحدث مع بعضنا البعض عن النوع الثاني من المضاهة وهي المضاهة الأحفورية هي مضاهة ما بتهتملي بنوع الصخر يعني أنا هون بهاي المضاهة ما بتطلع لا على نوع الصخر ولا بتطلع على شكله ولا على لونه ولا على سمكه هي فقط مضاهة ومقارنة بتعتمدلي على التشابه في الأحافير الموجودة في الصخور يعني ممكن ألاقي عندي أنا صخر رسوبي كالسايد وصخر رسوبي مثلا تاني حجر جيري لكن فيهم نفس النوع من الأحفورة الأمونايت إذن التنتين بيكونوا تكونوا عندي في نفس الوقت تمام؟ التنتين بيكونوا تكونوا عندي في نفس الوقت هاي هي المضاهة الأحفورية على سبيل المثال رح نيجي مع بعضنا البعض للصورة اللي موجودة عندي في صفحة 118 المضاهة الأحفورية حاطط لك هون أنه أنا عندي منطقة عدد من الصخور الرسوبية وعندي عدد من الطبقات الصخور الرسوبية أيضا في المنطقة با هاي في عندي رح أحط أنها المنطقة ألف وراح أحط أنها المنطقة با رح نلاحظ أن التنتين متشابهات في الصخور الرسوبية تمام؟ كطبقات كسمك كشكل كلون لكن أنا مش جايقة هون أعمل مضاهة صخرية أنا بدي أعمل مضاهة أحفورية حاطط لي في كل طبقة وين صار في عندي اللي هي تكون الأحافير رح نلاحظ بداية عندي هون حفورة الترايلوبايت تكونت عندي في هاي الطبقة البنية لكن الترايلوبايت هون تكون عندي في طبقة البنية الغامئ فإذا أنا بعرب بهاي اللحظة إنه عندي طبقة هاي البنية الفاتحة اللي فيها حفورة ترايلوبايت في المنطقة ألف هي تكونت في نفس الزمن أو ترسبت في نفس الوقت ترسبت في حفورة الترايلوبايت في هاي الطبقة الصخرية فإذا توصيلي رح يكون للطبقة هاي البني الفاتح مع الطبقة البني الغامة ما بوصلها مع هاي لأنه أنا هون ما بدي أعمل مضاهة صخرية أنا بدي أعمل مضاهة أحفورية هون إن وجدت اللي هي طبقة أو اللي هي أحفورة الترايلوبايت في طبقة البني الغامة وبطبقة البني الفاتح إن وجدت عندي أحفورة ترايلوبايت هون فإذا الطبقات اللي تكونوا في نفس الوقت هم هدول الطبقتين اللي هي البني الفاتح مع البني الغامة تمام؟ هلأ باجي عندي لهنا الى احفوره الخنشار نبات الخنشار يذهبوا الى احفوره الاخنشار عندي في طبقة اللي لونها احمر لكن الطبقة هاتف تكون فيها ال احمر والحفورة الاخنشار عندي بهناه ح لائه الي انتهون جيد انا اعرفا ان الطبقة تكونت في في نفس الوقت لاني التنعين الاخنشار او احفورت نبات اللي هو الخنشار فإذن بعرف أن الطبقة الحمراء هاي تكونت عندي في نفس الزمن مع الطبقة اللي لونها بنفسجي أعجي هلأ لا اللي هي أحفورة هذا الكائن حكينا عنه اللي هو الأمونايت اللي وجدت عندي في حقبة الحياة المتوسطة موجود عندي هون في طبقة إذا بتلاحظوا عليها اللي هي الطبقة اللي مخططة هاي اللي لونها على لون نحكي أورنج غامق شوي تمام اللي وجدت عندي أحفورة الأمونايت في هاي الطبقة لكن أحفرت الأمونايت هون إن وجدت عندي في الطبقة اللي لونها أخضر زيتي فهون بعرف إنه أنا أحفرت الأمونايت اللي تكونت عندي في هاي الحقبة المتوسطة كانت رسبت فيها هاي النوع من الطبقات الصخور الرثوبية ترسبت مع هاي الطبقة في نفس الوقت فأنا على أي أساس وصلت الطبقة هاي مع الطبقة هاي بالاعتماد على نوع الأحافير على أي أساس حكيت إنه هاي الطبقة تكونت في نفس الوقت اللي تكونت في هاي الطبقة بالاعتماد على نوع الأحافير على أساس بدأقول أنه عندي هون ترايلو بايت تتكون في هاي الطبقة وصلتها وقلت أنه بنفس الزمن مع هاي الطبقة لأنه تنتين فيهم نفس نوع الأحافير إذن أنا هون لا اهتميت لا للون صخر لا لسمك الصخر ولا لا أي نوع من خصاص الفيزيائية للصخر أنا هون اللي همني يا سابع اللي هي المحتوى الأحفوري اللي موجود في الصخور الرسوبية إذن لو إجاك في الامتحان علل لا تهتم المضاهى الأحفورية لا تهتم المضاهى الأحفورية بنوع الصخور رح تقول لي لأنه مهما كان نوع الصخر شو ما كانت أنواع الصخور اللي عندي هون أنا ما بهمني إلا احتواءها على نفس النوع من الأحافير وبالتالي بما أنها بتحتوي على نفس النوع من الأحافير بما أنه هون نفس نوع الأحفورة اللي هون إذن تنتين لهم نفس العمر لو جيت يا سابع عفوا على الخربيش اللي هون بس لأن رسم الطبقة يفترض أنها ما تكون موجودة تمام لو جيت حكت لك يا سابع عندي هذا حاول أخبي لكم ياها بس هيك رح تروح اللي جنبها تمام هيك لو جيت حكت لك عندي هدول المنطقتين المنطقة ألف والمنطقة با وحكت لك أنه في كل منطقة تكون عندي عدد من الطبقات الصخرية وهلأ أنا طالبة منك قم بمضاهى لهاي المنطقتين ألف وبا لكن حددت لك طبعا أني بديها مضاهى بالاعتماد على المحتوى الأحفوري يعني عبارة عن مضاهى أحفورية طبعا بيهمني تعرف أنه دائما المضاهى الأحفورية هي بتكون أدق من المضاهى الصخرية تمام فعشان هيك أغلب الأسئلة أو أغلب البحوث بالدراسات هي بتكون على المضاهى الأحفورية ليش؟ لأنه طبيعة الأحافير اللي بالصخور هي أدق من أنواع الصخور يعني أنا إذا بدي أقارن دول منطقتين بالاعتماد على نوع الأحافير كأحافير واضحة عندي أنه في أي زمن اتكونت أو في أي أعوام أو في أي حقب هي أدق من أني أجي أقول والله هذا صخر نفس هذا الصخر نفس لونه نفس سمكه يعني كمضاهى صخرية إذن دائما المضاهى الأحفورية هي أدق من المضاهى الصخرية لو جيت أنا حكت لك هون من باب الخربطة حتى طلك عندك أنواع الصخور لكن أنا حكت لك يا بدي إياها بالاعتماد على المحتوى الأحفوري زي ما أنتوا شايفين عندنا هون اللي هي أربع طبقات وهون عندي ثلاث طبقات لكن أنا حكي لك هذا نوع الصخر فوسفات وهذا كالسايت لكن نوع الأحفورة اللي هون اللي أعطيتها الرمز المثلثية نفس نوع الأحفورة اللي هون صف أنا هون ما رح أهتم لنوع الصخر زي ما حكت لكم أنا بهمني نوع الأحفورة نفس الشي عندي هون حجر جيري وعندي هون غضار هاي أنواع الصخور أنا ما بتهمني بالمضاهرة الأحفورية أنا بهمني إنه فيهم نفس الأحفورة طلبت منك إنه نرسم العمود الجيولوجي للمنطقتين فبروح بالتالي برسم كالتالي عمود جيولوجي بداية ظهرت عندي نفس نوع الأحفورة اللي هي النجمة بحطها في طبقة بغض النظر عن نوع الصخر لأنه ما بهمني عندي طبقة فاضية بالمنطقتين بحطها بعدين في عندي اللي هو المثلث كنوع أحافير واضح عندي بغض النظر برجع بقول عن نوع الصخور ما بهمني وعندي هون الطبقة هاي الفاضية رح أخلي لها مكان في العمود الجيولوجي هيك أنا بكون يا سابع عملت لهم عمود جيولوجي للمنطقتين هيك بكون أنا عملت عمود جيولوجي للمنطقتين تمام؟ تمام لو انتقلنا مع بعضنا البعض هلأ لا التقويم والتأمل الموجود عنا بصفحة 119 عنا رسمة مجموعة من الطبقات الصخرية الرسوبية المتوازية زي ما انتوا شايفين يتخللها هذا القاطع الناري سائلنا طبعا أدرس الشكل وأجب عن الأسئلة التي تليها أول سؤال كاتب إن ما أقدم الطبقات وما أحدثها اللي هو طبعا الأسئلة هي موجودة عندكم بصفحة 120 فوق ما أقدم الطبقات وما أحدثها رح أجلها اللي هي أقدم الطبقات زي ما انتوا شايفين إحنا حكينا أقدم الطبقات هي التي تأتي بالأسفل إذن أقدم الطبقات هي الطبقة رقم 8 لكن أحدث الطبقات هي الطبقة اللي جاي عندي في الأعلى اللي هي طبقة رقم 1 إذن الأقدم هي الطبقة رقم زي ما انتوا شايفين طبقة رقم 8 وأحدثها اللي هي طبقة رقم 1 للسؤال اللي بعده سائلنا ما المبدأ الذي اعتمدت عليه في معرفة ذلك أنا أي مبدأ اعتمدت عليه يا سابع في معرفة الأقدم من الأحدث لما يكون عندي طبقات متوازية حكينا ومرتبة المبدأ اللي اعتمدته اللي هو مبدأ تعاقب الطبقات أنا لحد الآن بس في تحديدي مين الأقدم ومين الأحدث اعتمدت مبدأ تعاقب الطبقات مبدأ تعاقب الطبقات أو اللي هو التعاقب الطبقي تمام؟ هلأ بحكي لك السؤال اللي بعده أيهما أحدث الاندفاع الناري أم الطبقة الثانية ولماذا؟ أيهما أحدث الاندفاع الناري اللي إحنا شايفينه هون أم الطبقة الثانية؟ يعني بيقصد فيها حطها بلون تاني عشان ميزها اللي هي رقم اتنين هاي مين الأحدث؟ إحنا حكينا دائما القاطع والمقطوع كقاطع ومقطوع بيكون عندي دائما القاطع هو أحدث من جميع الطبقات اللي قطعها يعني القاطع الناري هذا رقم تسعة هو أحدث من تمانية وأحدث من سبعة وستة وخمسة وأربعة وتلات لأنه وصل بس لعند تلات فإذن أنا إذا بدي أجي أرتبهم من الأقدم إلى الأحدث بقول تمانية الأقدمية تمانية سبعة ستة خمسة أربعة تلات ثم تسعة اللي هو القاطع الناري فهو سألني من أحدث تسعة ولا طبقة نين لا طبعا اللي الأحدث منه اللي هو الطبقة الثانية لأنه بحكي حسب مبدأ القاطع والمقطوع يكون الاندفاع الناري هو أحدث من جميع الطبقات التي قطعها إلى أنه في هاي المنطقة لم يقطع اللي هو الطبقة الثانية تمام إذن منلاحظ الجواب اللي هو الطبقة نين أحدث لأن الاندفاع الناري لم يقطعها على أي مبدأ اعتمدت طبعا على مبدأ القاطع والمقطوع نيجي إلى اللي هو السؤال اللي بعده حاكي لنا عندنا أربع أنواع من الصخور وحاكي لنا رتب هذه الصخور الواردة في الأشكال الآتية من الأقدم إلى الأحدث طبعا بما أنه عبارة عن صخور وفيها أحافير فأنا لازم أحدث شو نوع الأحافير الموجود في كل صخرة أول نوع من أنواع الصخور اللي هو ألف اللي موجود فيها من شكل الأحفور عبارة عن ورود إذن اللي موجود فيها نبات زهري الصخرة الثانية نوع الأحفور اللي فيها اللي صدف الملتفة هاي اللي هي الأمونايت الجيم نوع الأحفور اللي فيها اللي هي ترايلو بايت ثم بدال اللي هي السرخسيات اللي هو مثل نبات الخنشار لذلك لما منرتبها هو طالب عندي من الأقدم إلى الأحدث من أقدم واحد طبعا عندي لترايلو بايت لأنه ظهر عندي في حقبة الحياة القديمة إذن جيم هو أقدم أقدم واحد من هاي الصخور ثم يأتي بعد ذلك اللي هو دال وبا لأنه دال وبا اللي هي السرخسيات والأمونايت ظهروا عندي في حقبة الحياة المتوسطة دال وبا ثم بعد ذلك ألف لأنه ظهرت عندي النباتات الزهرية في حقبة الحياة الحديثة إذن الترتيب من الأقدم إلى الأحدث جيم دال با ثم ألف هيك بيكون شرحنا درسنا يا سابع اللي هو العمر النسبي راجعنا الجزء الأول المبادئ الثلاث اللي أخذناها وشرحنا عنا المبدأ الرابع وهو مبدأ المضاهة مبدأ المضاهة يا ربي إنه كل شيء بهذا الفيديو يتسجل على الدفتر وينكتب على الدفتر وإذا حابين تنقلوا الأسئلة اللي إحنا كتبناها زي ما إنتوا شايفينها كتعاريف كمقارنات كأي نوتات إنتوا شايفين إنه مناسبة بتنقلوها بالإضافة إنه إن شاء الله قبل ما أبلش الفيديو الحصة القادمة في الدرس الجديد مطلوب منكم إن شاء الله تحلوا لأسئلة الفصل صفحة 122 123 وهذا الحكي إن شاء الله برجع بأكد لكم عليه على قروب المدرسة يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر